الرحم الواجب صلتها أولا ما معنى الرحم؟ الرحم هي القرابة طيب الرحم منها ما يجب صلته ومنها ما يستحب صلته الأقارب بعضهم تكون صلته واجبة ويأثم الإنسان بترك هذه الصلة أو بقطيعتها وبعضهم صلته مستحبة ليست واجبة فما هو الضابط؟ ما ضابط الرحم التي تجب صلتها؟ اختلف العلماء في ذلك والأقرب والله أعلم أن الرحم التي تجب صلتها كل رحم محرم لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم عليه أن يتزوج بها إذن الرحم الواجب صلتها هم المحارم بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لحرم عليه أن يتزوج بها فيدخل في ذلك الوالدان وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات فأولاد تجب صلتهم وتحرم قطيعتهم ولا يدخل بناء على هذا أولاد الأعمام فأولاد الأعمام تستحبوا صلتهم ولا تجب ولا أولاد الأخوال تستحبوا صلتهم ولا تجب ولا أولاد الخالات تستحبوا صلتهم ولا تجب والدليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وذلك لأن الجمع بينهما يفضي إلى قطيعة الرحم محرمة بينما يجوز ذلك الجمع في بنات الأعمام وفي بنات الأخوال وفي بنات الخالات ولو كانت تجب صلتهم لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين بنات الأعمام وبنات الأخوال وبنات الخالات كما نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها هذا هو القول الأقرب في هذه المسألة في ضابط الرحم التي تجيب صلتها لكن ليس معنى قولنا إن أولاد الأعمام وأولاد الأخوال وأولاد الخالات لا تجيب صلتهم أنهم لا يوصلوا وإنما توصل هذه الرحم ووصلهم مشروع لكن ذلك على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجو فمعنى ذلك أنه لو لم يصل ابن عمه أو ابن خاله أو ابن خالته لم يكن آثما بخلاف ما إذا ترك صلة مثلا عمه أو خاله أو خالته أو أخاه أو أخته أنه يكون